ثاني عنصر مهم في تصميم الأزياء اللي هو رسم الإنحناءات ما في أي تصميم يخلو من وجود الإنحناءات سواء فستان أو بلوزي أو مهما كان لازم نرسم له إنحناء ومن دون الظل أو الإنحناء تصميمك بيكون يعتبر زي رسم عادي رسم حدا غير محترف هيك أنا بعد ما أنهيت عمل الظلة كامل التصميم مثل ما حاكت لكم أنت الخيار برجع إليك أنا استخدمت الظل هنا اللي هو من دون ما يكون فيه تدرج الظل عادي وأعطته شفافية خلت الظل اللي بتدرج مع شفافية فقط للمناطق الداخلية للإنحناء طبعا إمكانك برضو تضيفي إكسسوار هاي إن شاء الله رح نتعلمها بيدروسنا القادمة كيف نضيف الإكسسوار كيف نفرغه وكيف نضيفه للتصميم كيف نخليه ضمن تصميم الإكسسوار يكون حقيقي برضو دع أفرشيكم كيف ممكن بحركة واحدة تغيري بالتصميم مثلا أنا بالنهاية ما عجبني مثلا في النفط حركة السدر أنا بقدر أغير حركة السدر بضغط عليها بمسك النقطة هاي مثلا ممكن أعملها قصة للسويت هارت بتصير تقدر تغيري بتصميمك بكل سهولة فقط من تحريك نقاط في التصميم لكن هنا عمل تصميم فستان بإنحناء جانبي إنحناء طولي من الجنة بتعلمنا كيف نعمل كيف آلية عمل الإنحناء بشكل طولي ترجمة نانسي قنقر